بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في مقرر خرصانة مسلحة واحد ومعكم الدكتور خالد الهادي اول حاجة هنتكلم عليها اللي هي شابتر وان انترو داكشن واول جزء في شابتر وان اللي هو الكورس اوبجيكتبز بمعنى ايه هي المهارات المفروضة لطالب يكتسبها بنهاية دراسة الكورس دوت ان شاء الله اول حاجة التعرض على العناصر الخرصانية المسلحة ايه هي العناصر اللي ممكن نشوفها في اي لما نيجي نعمله عملية ديزاين اللي هي زي البيمز والسلابز والكولمز والتلاتة عناصر دول اللي هما ان شاء الله هنركز عليهم في كورس ديزاين وان وبعد كده بندرس بتاعة الكونكريت وبتاعة الستيل لان دول المكونين الاساسيين للخرصانة المسلحة واحد او بمعنى تاني الخرصانة المسلحة هي كومزة ماتيريال بتتكون من تو فيزة زي الكونكريت والستيل وبالتالي لازم نعرف بعض الخواص اللي تخص الخرصانة زي وبالنسبة للستيل لان القيمتين دول هيدخلوا معانا في معادلات الدزاين. نمبر 2. هنتعلم ازاي نعمل الدزاين بالفرست برينسبل لان في مرحلة متقدمة انت ممكن تعمل الدزاين باستخدام الصوفتوير. نمبر 3 اكتساب مهرات تصميم البيمز وسواء كانت البيمز ديت كانت سيمبل او كنتينيوس او كانت ليفر بيمز. والمقصود بعملية الدزاين عموما هي دراسة الاحمال على العنصر الانشائي وليكن الكاميرات ومنه بنبدأ نحسب الديمانشنز ونحسب التسليح المطلوب لمقاومة الاحمال اللي موجودة على العنصر الانشائي. نمبر 4 اكتساب مهرات تصميم الصوليد سلابس. والصوليد سلابس اللي حنشتغل عليها ان شاء الله هم نوعين. سواء كانت وان وي صوليد سلاب او تو وي صوليد سلابس. بنفس الطريقة بندرس اللوتس اللي موجودة على السلابس ومنها بنحسب وبعد كده بنحسب الديمانشنز بمعنى السيكنز بتاع السقف كام اللي هو والتي اس. ومنه بنبدأ نحسب الحديد او المطلوب. نمبر 5. بنكتسب مهرات تصميم الشورت كولمز. والمقصود بالشورت كولمز مش معنى انه هو عمود قصير لأ اللي هو العمود اللي ما بيحصلش عليه باكلنج. بنفس الطريقة بندرس اللوتس. ومن اللوتس بنبدأ نحسب الديمانشنز بتاعة العمود. ونبدأ نحسب الحديد المطلوب قد ايه علشان يقاوم الاحمال المعرض لها العمود. نمبر 6. بنتعلم مع بعض ازاي نعمل اللي هي الرسومات الانشائية اللي بتحتوي على القطاعات وحديد التسليح لكل العناصر اللي انت عملتها ديزاين زي البيمز او صالد سلاب او الشورت كولمز.